تغير طارئ أو غير متوقع في الموقف الأمريكي تجاه اليمن لاعتبارات كثيرة أهمها التوقيت ومنها ما له صلة بمستجدات الوضع في الداخل اليمني التغير بضى واضحا بالخطاب وبالموقف ومن أعلى الهرمي دشين والهدف كما يبدو جليا ليس اليمن بذاته بل التحالف العربية وبالأخص المملكة العربية السعودية حيث دع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب السعودية إلى السماح بدخول كامل المساعدات إلى اليمن ومن كافة الموانئ ومثله فعل الوزير تريلسون وهيئات إغاثية أمريكية وبالنظر إلى بيان الدعوة الرئاسية ومفرداته التي بدت أكثر تركيزا وحزما وبعيدة عن المدهنة والدبلوماسية المعهودة في القطاب الأمريكي خصوصا مفردتي كامل المساعدات وكافة الموانئ ومدلولاتها كون البيان أعقب تصريحا للأمم المتحدة برفض التحالف العربي دخول أي بضائع عدل غدائية منها ومن موانئ بعينها عطفا على أن البيان جاء أيضا بعد دعوة الأمين العام للأمم المتحدة الإدارة الأمريكية للضغط على التحالف العربي من أجل السماح بدخول المساعدات الإنسانية وبذلك قد يفسر التغير المفاجئ لخطاب الإدارة الأمريكية من الناحية الإنسانية لكن هذا أيضا لا يمنع وجود اعتبارات سياسية وراء تغيير الموقف الأمريكي خصوصا بعد الأحداث الأخيرة التي شهدتها العاصمة صنعاء وما أعقبها من تغير لموازين السيطرة وخارطة القوى والتحالفات فهناك من يعتقد أن الإدارة الأمريكية قد ترى أن الوضع الحالي مناسب لعقد صفقة ما تفضي إلى حل وهي رؤية لا تخلو من العمى بالنسبة لليمنيين ولغيرهم ممن يدركون حقيقة ومنهج الميليشيا الحوثية وفي المقابل أيضا فإن اهتمامات الإدارة الأمريكية ليست هي ذات اهتمامات اليمنيين وعادة ما يرتبط موقفها من اليمن بمصالحها المرجوة من السعودية والخليج وبذلك قد يفسر الموقف الأمريكي الجديد بأنه نوع من الابتزاز للسعودية وفي السياسة كل شيء جائز وكل المواقف قابلة للطرق والسحب فلا موقف في السياسة لا يليم ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة